لا يحلم بالعيش في منزل ريفي هادئ في أحضان الطبيعة هذه الطبيعة الجميلة وأمامه البحر من حوله الخضرة الساحرة بعيدا عن سخب الحياة لا أبالغ فقد أصبح هذا الحلم حقيقة على الأقل نسبيا بعد أن أعلنت الحكومة الإيرلنضية عن خطتها الجديدة لتنشيط أكثر من 20 جزيرة على ساحلها الغربي نعم مشاهدنا سيحصل كل فرض على 90 ألف دولار مقابل تجديد وإصلاح المنازل الفارغة في هذه الجزر ثم نعيش فيها أو تأجيرها وذلك حسب مخطط الحكومة الإيرلنضية الذي سيدخل حيزة فيه خلال شهر يوليو القادم الحكومة إيرلنضية طبعا وضعت عدة شروط للحصول على هذه المنحة فيجب أن يكون لديك دليل على ملكية واحد من البيوت الموجودة على هذه الجزر يعني لازم تشتري ومن ثم يجب عليك السكن في هذا البيت أو إتحته للإيجار تأكيد هنا الموضوع مرتبط أيضا بالإقامة وأخيرا أن يكون لديك دليل على أن العقار كان غير مأهول بالسكان لمدة عامين على الأقل وتم بنائه قبل عام 2007 بالطبع فإن هذا المشروع يهدف إلى أن تصبح هذه الجزر مأهولة أكثر بالسكان وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة ستقوم الحكومة على تغطية أفضل أو تغطية أفضل لبرامج الرعاية الصحية والتعليم فيها إضافة لتنشيط السياحة ليستمتع الزوار في تجربة بيئية وثقافية فريدة لكن صعبوها بصراع ترجمة نانسي قنقر